موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيلا تبتكر شيء جديد وهو persona persona الذي سيسهل عليك تعامل مع المواقع فأنت لست بحاجة لكي تسجل في أي مواقع جديد ترغب في استخدامه فقط عن طريق persona يمكنك أن تقوم بإدخال إيميل ليتم تسجلك في الموقع وليكي يتم استخدامك أو ليسهل عليك استعمال ذلك الموقع persona فكرته تعتمد أنه يجب عليك إدخال إيميل في أي موقع ترغب في الدخول إليه أو تسجيل الدخول فيه بدون أن تقوم بعملية سينب أو عملية تسجيل الدخول بطبيعة الحال يعني معرفة الباسورد إلى غير ذلك من ذلك المعلومات فالبرسونا سيتولى معرفته أي أنه مثلا إذا أدخلت إيميل معين سيعرف الباسورد الخاص بذلك الإيميل وسيسجل دخولك إلى ذلك الحساب باستخدام ذلك الباسورد الذي تستخدمه في الإيميل كيف ذلك؟ هذا ما سنشاهده الآن فلاحظ معي في نسبة لهذا الموقع فهذا موقع صور يستخدم به إضافة بيرسونا لاحظ معي فلاحظ معي هنا لجي سين يوزين موزيلا بيرسونا أنقر على السين ثم سأدخل الإيميل في الحقيقة أنا لم أتسجل في هذا الموقع ولأول مرة مرة سأستخدمه سأدخل الإيميل الخاص براغب . لاحظ لوحده سيعرف سيحاول أن يعرف انطلاقاً من معلومات الحاسوب يعني هذا الإيميل فتحته في هذا الحاسوب سيعرف هذا الباسورد إذن أنا سأقوم بإدخال للمرة الأولى باسورد خطأ إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وانقر على اندتفيكيشن لاحظ معي يقول أن هذا الباسورد خطأ لكن في حالة إذا ما أدخلت الباسورد الخاص بهذا الإيميل وانقرت على اندتفيكيشن لاحظ معي أنني دخلت بعد تسجيل دخولك فالموزيلا أو بيرسونا سيطلب منك حاسوب الأمان حاسوب الأمان أي أنه إذا نقرت على الزر بالأزرق سيتم يعني لن يعيد طلب منك باسورد في المرات المقبلة إلى مرور شهر بالنسبة للزر الأحمر يعني أنه فقط في حالة إذا كنت تستخدم بيرسونا في حاسوب أخر لا تمتلكه هنا فقط بعد انتهاء سيشن الخاص بك سيتم عمل ديس كونكت لك وبالتالي عند الرغبة في إعادة استخدام بيرسونا سيطلب منك باسورد إذا كما تلاحظ معي فهذا كمتكار جميل جدا من موزيلا فايرفوكس وهو في الحقيقة يسهل عليك التعامل مع المواقع الفرق بين موزيلا بيرسونا وتسجيل دخول عبر الفيسبوك أن الفيسبوك أولا موقع اجتماعي يجب عليك أن تسجل به أولا قبل أن تستخدمه كذلك فالباسورد الذي ستقوم بإدخاله عند التسجيل في الفيسبوك يعني يوفر لك أو تستطيع تسجيل بالدخول في عدة مواقع أخرى لكن بالنسبة لموزيلا بيرسونا فأنت لا يستمر غامل عليك بتسجيل أو تسجيل في أي موقع تستخدم بيرسونا مباشرة باستخدام إيميلك وهذا هو الفرق الأساسي بين موزيلا بيرسونا وبين فايرفوكس إذا كذلك ما أردنا أن نضيف بعض المعلومات عن بيرسونا فبيرسونا لازالت المواقع الكبرى لا تدعمه أولا لدينا تويتر فيسبوك جوجل أو جيميل أو كذلك خدمات الجيميل لازالت لا تدعم بيرسونا فبيرسونا لازال حديث الولادة وبالتالي لكي تعتمده عدة مواقع أخرى في يجب علينا الانتظار قليلا يعني في نقطة فيسبوك هل يمكن أن تعتمد بيرسونا أعتقد أن الأمر يستحيل لأن فيسبوك أولا لديها مشروعها الخاص أو ابتكارها الخاص وهو تسجيل دخول عبر الفيسبوك ويعني استخدام بيرسونا في تسجيل دخول فأعتقد أن بيرسونا هو منافس للبطن أو زر تسجيل دخول عبر الفيسبوك إذا كانت هذه هي مراجعتي لابتكار بيرسونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته